اشتركوا في القناة الحمد لله على كل حال ربنا يعود عليك يا عم شلالي ونعم بالله كل شيء نصير كده مش نركب مع عم شلالي لحد ما يصلح المركب بتاعك وهنركب البتاع السريع ده اني بخاف منك اني عم شلالي صعبان علي يا جو بص يا بكار مين اللي جاي هناك مش ده الراجل صاحب اللانش السريع ايه اللي حصل ده بس ده خسارة كبيرة مع الرش عم شلالي مع رش قلبي معارك الحمد لله على كل حال طب تعال يا عم شلالي انا عايز اكلمك في موضوع كده تفتكر يا فارس الربع ده كان معدي من هنا بالصدفة يعني ايه مش عارف يا بكار انا مش متطمي قلتي ايه يا شلالي حتبيقل المركب على كده مش عارف يا زنات سيب له وجد افكر مش محتاج وجد عشان انت مش محتاج مركبة خلاص المركب بايز وحيكلفك كتير جوي عشان تصلحه وعشان تلاقي فلوس لازم تشتغل والناس كلها بجد بتركب معايا اني صعبان علي حالك وعايزة ساعدك ايه وهي قديم ساعدة انت عايز تاخد من المركب اللي ورسوا عن ابويا بس ما بجلوش لازمة عموما فكر ورد علي سلام عليكم وعليكم السلام مالك يا فارس ما تمشي بسرعة عمال رجلية مش شاينين عمالة ترتعش من ساعة ما نزلت من اللنش المرعب ده خواف جاوي بس المهم يا بكار انك وفقت تركب اللنش السريع اخيرا اني بس وفقت عشان عم الشلالي مظهرش خالص ولا حيظهر تاني اصلي اللنش واب اكل منه سوق بده ذكريات خالص بده ذكريات تصدق؟ فكرة فكرة؟ فكرة إيه؟ في حصة الرسم الأستاذ طلب مننا نرسم لوحة عن حاجة من ذكرياتنا السعيدة وأنا هرسم مركبة عن مشلالي وإحنا ركبين فيه مبسوطين لازم الأول أروف بسرعة أجيب ألوان وكراسة رسمة جديدة فنان جوي الواد بكار ده كل حاجة يحولها اللوحة يا سلام عليك يا بكار إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت لسه رجلك بتتراعش يا فارس؟ آه بس دلوقتي مش من الخوف من الجوع انت هيألي جه الوقت لنفذ الجزء التاني من الخطة يا جابر طبعاً كده الناس مفيش قدامهم غيرك هتحتكر السوق وتحط السعر اللي انت عايزه وهيبيع لك المركب أصبعاً وحتى لو مبعوش مش هيقدر يصلحوا إنه خليتوا ببغاش نفع خلف هممم بغاك ده